هذا النوع في حالي تسبب اليوم مسؤول داخل الحكومة أمين عامل حزب استقلال الحرص التام للي ويبقى الاستقرار في هذا الوطني لأن ما تقول لي الرابع العربي شو بغيرنا تنوي لي وعود للميصر مزان مزان الرابع الوليدات المساكل اللي كانوا في ساحة تحريرة ما زالين فيها تكلوا لأسا تتضربوا بالقنابيل شو كل يركب اليوم على التوارات في العالم العربي اللي جا طلع وحل برلامان جاء برلامان دار قوانين صباح هو ما عفت اعترسوا كل صفات لا يحاسب لا تتحدث عنه لا يحاكم لا 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 وبقى واحد يحكموا شعب اللي أقام تورف واحد دولة اللي كانت كل حركة التحرر الوطنية في العالم العربي خرجت منها واش بغيت هنا نبقوا ساكتين تنوي لي ولهات شي الشباب المغربي فينا هم الناس الناس اللي متونس رأى 30 ألف شاب مساكن حرقوا اللي مات في البحار اللي مشارها مرمي في إيطاليا ولكن شكل اليوم اللي تقودها الدول هم الناس اللي كانوا أصحاب الأموال واللي جابوا واحد المجموعة وهي اليوم اللي تدبروا ولكن احنا بلدنا الحمد لله مستقرة بتاريخها على شو تاريخها؟ جملة جملة باش نعرفوش كفين احنا تاريخها وتاريخ عارق الدولة المغربية حضور الشعب المغربي من أمازيغ ومن مختلف التقافات رأى تقريبا ملايين السنين ولكن كدولة رح ندخلنا الـ 12 القرن ما خلقاتش في 25 نوفم ما خلقاش هنا المغرب رأى عاش تورد ديال الثمانين ناس وقبل منها ديال 65 والتورد ديال 90 والمغرب قام بالدور دياله باش وصلنا لها الديمقراطية حقا الإنسان شباب المغربي خصوية عرفوا اللي كنا تجتمعوا خمسة وكنا تعتقلوا اليوم تجمعوا آلاف والأمور الحمد لله تتحسن هذا شيد صعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر